انت في منطقة الماجوريتي او الاغلبية او بصفة عامة شديدة الارتفاع نسبتها معاك تأكد دايما انه فيه هناك عناصر نجاحك يضايقها وهي مش من ننا مش من التركيبة بتاعت المصريين كلهم اللي دلوقتي هما بعتين لي عشان اقولك هما بيحبوك قد اوصل لك رسالة انهم شايفينك فوق في السماء شايفينك شخصية عظيمة شايفينك هدف وطارجتي وصلوله زيك الحبة اللي ما بيعجبهمش كلامك احنا كلنا مش عجبينهم فبالتالي واذا ما كانوش موجودين انت فيك حاجة غلط لانه لا يمكن الاجماع على اي مخلوق في الدنيا لكن لما يبقى التارجت محدد وواضح ان انا عايزة خربش سورة محمد صلاح باي شكل ده ده تارجت عبيت ومفضوح وبالتالي لا يلتفت ليه خالص ليه لان انت طول الوقت بتحاول تكون مفيد وما بتحاولش تطرح فكرة الناس قد تختلف عليها مش عارف ايديولوري ما فيش الكلام ده انت بني قدم مسالم وبسيط جدا وبعدين اللي انا عايزة اسأله لك وانت صغير لما انت بتاخد قرار انك هتبقى ماشي في السكة دي بتبقى حصلت حاجة يعني وانا صغير اقول مثلا لا انا مش هعمل كده العيال دي مش همشي معاها لانه حصل كذا انا طريقي زي ما انت كنت بتقول ممكن ابقى جوزائي شوية لكن انا قررت مكنش جوزائي يعني فيه اشياء حصلت وانت صغير تقولك او انت تخدت قرار انك مش هتلعب اللعب ده احتلعب في الخط ده ايه؟ انا دايما ا خاف اع LIche انا عايزة اعيض علي بكل عايب اكبر بدور على كل حاجة عسي انا زيبقائave بكبر فكنت بشوف دايما ايه صحي هنا وعملوا ايه الغلط هنا ومعلموش دايما بحاول اتجنب الغلط دايما ببقى مع اصابي بشوف هم بيعملوا ايه الغلط لو حد بيصفر لو حد بيخرج في وقت غلط لو حد بيعمل كذا حاجة لأ انا عايز اعمل كل حاجة حياتي كلها مبنية للكبر فأحاول أعمل كل حاجة عشان أوصل للهدف اللي أنا عايز أوصل له فدايما بتبقى قراراتي معظمها الأول يعني وأنا للكرة بس أنا عايز أعمل أي حاجة تخليني أوصل للعيب كرة كويس لسه صغير كان عندي 14-15 سنة وخلاص بدأت عيش في الكهيرة فكل هدفي في الحياة أن أنا معملتش حاجة غلط خالص عشان خاطر أوصل أن أنا أبقى لعيب كرة كويس ده أكل عيشي ده اللي أهلي كانوا بصرفوا علي عشانه وبصرف كتير وبسافر ووقت وفرهادة كتير فكنت دايماً خايفة على أكل عيشي كان بشوف أمثلة كتير اللعيبة مواهب كويسة وكانت فيه مواهب أحسن مني بس كنت ببص عليهم كوفهم على المطشوف والتمرين ونفس القدر وكنت دايماً بقول يا رب هم هم إزاي ممكن يوصلوا للفريق أول ويلعوا في الفريق الأول وهم كده حتى لو مواهب كويسة أكيد في حاجة غلط سبحان الله أنا كملت المرحلة كبيرة وهم حتى هم مواهب أحسن كمواهبة بس عقليتهم نفسها بحس أنها مختلفة أنا عارف أن أنا لعيب كويس أنا هاجي تمرين نهاردة مش جاي النهاردة هروح مطش بكرة مش جاي بكرة هتكني مع المدرب لا أنا فيه ناس من أقرب صحاب لي يعني اتخانوا مع المدرب قدام عيني وأنا ماليش دعوة ماليش دعوة بيخناقتك والتاني بيتخاني أقول له مع المدرب عشان خطره أنا مرغم أننا قريبين أنا أتخاني مع لي يعني ماليش دعوة فوكست، أنت فوكست جدا على هدفك يعني بس أنا مش قادرة أفهم اللعيب هو صغير هو شايف أن هو أجمد من المدرب إزاي أو هو شايف أن هو جامد أو إزاي ده اللي مش قادرة أفهمه ده اللي أنا بحس أن أنا مش قادرة أفهمه ونقطة كمان لحد دلوقتي النفسي تتغير أن المدرب واللعيب في مصر لازم يبقى بينهم علاقة أن احنا نقعد نتكلم مع بعض ومش شرط أن المدرب هو المدرس بتاعك بيضربك لا أحنا ممكن يبقى في كلامة بينا أنا ملتشف بكتر كتير بس هي دي نقطة مهمة أوي عشان هي خدت وقت طويل مني هي أن أنا أبدأ أتغير أصلا مع المدرب مش عارف أنا في مصر مدرب أقول لك شمال يمين ده أو مدربين ما تكررش أن هما دلوقتي هتضايقوا مني بس ده الواقع فمع الوقت لأ أنا ممكن تقولي شمال أقول لك لا أنا لو رحت يميني أحسن مش لازم ما بفردش عليك رأيي بس بقول لك رأي فأنت ممكن تصلح لي آه ولو شع في وجهة نظر صح لا أنت صح بس هو في مصر الموضوع مش كده فإحنا بنطلع عندنا خوف من المدربين ساعات الخوف ده بيقل بالنحة التانية اللي هو اللعيب بقى لا أنا مش هسمع لك ومش هعمل لك بس لو فيه مع بعض أكتر وأحسن هيبقى فيه طريقة أن هما يوصلوا لحل يفيد الفرقة لأن في الآخر المدرب عايز اللعيب بقى كويس طبعا المدرب عايز اللعيب عايز يفيد نفسه يفيد الفرقة فأنا دي حتة لازم بحيث أنها لازم تصلح في المصر لازم يبقى فيه المدرب واللعيب ما بينهم كلام إن هما يقدروا زهر يكون مخرج تكلم مع بعض تقول ده أنا شايف ده أنا شايف ده بس في الكورة اللعيبة ما بتبقى أشتغل أه أنا كان مخرج في المصرح بالذات مثلا يقولي وأنت بتقولي الجملة دي تحرك من هنا أنا أقول له ليه إيه الدفع بتاعي إن أنا اتحركت من مكاني روحت هنا فيقول لي هو عايز يوزن يعني الحاجة اللي عاوزها غير اللي أنا عاوزها أنا اللي بقول الكلام أنا اللي هعرف أقوله وأنا ماشي ولا وأنا بعض ولا وأنا إفاهم فوجهات النظر لازم تلتقي في الكورة مش كده في الكورة شوية مش كده بحيث في مصر يعني ما تبكوره مش كده اللي هو مدرب بيقول هعملها وأنا متدهي بس هعملها عشان يعني أنت فاكر نفسك فاهم كل حاجة وده بدي انطباع إن اللعيبة لما بتتكلم ورا المدرب بدي نقطة المدرب بدي انطباع مش حلو جوا الفرقة إن هو حاس أنت مش فاهم حاجة حاس أنت مش فاهم كل حاجة فأنا شايف إنها ممكن تبدأ من مدرب أكتر لأن المدرب هو صاحب الكرار الأكبر فالمدربين هم اللي بدأوا يغيروا الفكرة دي إن المدرب بيكلم اللعيب إن هو ممكن تكلم لو أنت شايف حاجة غلط ما تجيش تصلاح لي وتيجي تقولها بشكل وحش أنت بتيجي تقول رأيك فيه أنا شايف ده ممكن يتعامل كذا المدرب يسمع هعلى قال لي الكابتن الفرقة فالموضوع هيتغير بشكل كبير ده قرار أنت خدته من مشاهداتك لطريق التعامل للمدربين واللعيبة في المقاوليين مثلا لا ده أنا تربيت عليهم من مصر هوا كده إحنا بنسمع بس ولما طلعت في أوروبا بدأت تشوف إن المدرب بيكلمك في حاجة ومنتظر وجهة نظرك بس أنا أنا خايف أقول وجهة نظري لأ قلت ممكن لو قاعدني احتياطي ما يلعبنيش كذا 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 بس دلوقتي لا يعني على الوقت تشافت إن في وجهة آخر لا هو بيقولك عشان تقول وجهة نظري أنت إنسان هوا مدرب بيعاملك برضو أن أنت إنسان أنت ليك إن أنت تقول وجهة نظرك ما تفردش على وجهة نظرك بس متفردش كلاعيد تفرد ع المدرب بس يتكلموا وفقيت نظرة كنت شايف داك وآيس كالي موفي